حكاية حلوة انت حكايتك حلوة ودايما وحاسس كده حتى على مستوى المدربين وعلى مستوى الاعلاميين وعلى مستوى الجماهير فيه اجماع كده الناس فرحنالك انه الراجل ده تعبان من اول ما اعتزل انه اشتغل ويبقى مدرم محترم وكل الناس تتحدث عنك بكل شيء الحمد لله يعني توفير ربنا في خطواتك ده شيء مهم جدا بحمد ربنا علي بشكل كبير جدا بحمد ربنا ان انا بدأت فنية الزمالك وبحمد ربنا ان انا اتعلمت بشكل كويس وهفضل طول وقت اتعلم التجارب اللي انا اخدتها انا مرمز امتهاش بشكل كبير يمكن دايما ان تجي تشتغل على مستوى المساعد في قطاعات النشئين انت بترسم نفسك وقت انت بتشتغل فيه بحيث ان انت تتحضر نفسك للراجل الاول بشكل كبير جدا وبشوف دايما ان انت لما بتجي تشتغل في قطاعات نشئين في اندية كبيرة زي الاهلي والزمالك وانبي والمقاولين او الاندية دايما اللي هي عندها اسم ان شاف ان بتبقى اضافة كبيرة ليك على المستوى الفني كمدرب يعني وانا كنت حابب جدا موضوعا ان انا ادرس وانا بشتغل جوه النادي الزمالك حطت نفسي قلت يعني قدامي سنتين كويسين وبتدي اطلع او ثلاث سنين اطلع الدرجة الاولى ربنا اختصر هالف سنة اطلعت الدرجة الاولى بقيت مساعد مع مستر ميتشو كارتيرون ودي اضافة كبيرة جدا ليه انا اشتغل في نادي كبير بعد كده انزلت القطاع النشئين قلت هنشتغل كمدير فني او رجل اول في نادي الزمالك هاعد ثلاث اربع سنين لحد لما اخرج لليفي الممكن بعد كده اشتغل فيه فاول سنة مع الفين وثلاثة اخدنا البطولة الجمهورية كان نادي الزمالك بقالو 13 سنة مبيخدش بطولة وعملنا جيل قوي جيل 2003 اللي انا دايما طول الوقت بعتز بالتجربة معايا وبعد كده خرقت مساعد في بورتو مع كابتن اشرف توفيق ناس اللي انا بعتز جدا في الشغل معاهم وبعد كده خرقت من النادي في الدور التاني لمصر السلوم مصر السلوم كان هو 13 فانشنا سادس مع مصر السلوم ومن النقطة دي حصل لي بقى تحول على مستوى التعامل مع الاندية لاني كنت بشتغل اصاب فرق كبيرة جدا الولمبي والمنصورة وفرق كبيرة جدا على مستوى الدرجة التانية من اول لحظة الكلام مع بلدة المحلة دايما بقول البشمونس مصطفى الشامي انا اكتر حاجة بتهمني كمدير فاني هو فكرة ان الحد اللي انا بشتغل معاه هو يكون امين علي وانا امين علي وده يعني سبب اهم نقطة في النجاح جوه بلدة المحل نجاح جوه الاندية الجماهرية موضوع صعب جدا مش بقوله عشان خطر انا بعزز من تجربتي ولكن هي تجربة صعبة بكل المقاييس لان الاندية الجماهرية في كل ليفل وده سبب عرقالة بعض الاندية الجماهرية الموجودة في الدور الممتاز الضغط الجماهيري هو في كل الاحوال لازم يتحط في اتجاه الضغط يعني ما ينفعش يخرج لحتة تانية او ما ينفعش يدخل جوه الاطار الفني وده اللي ساعدني عليه بشكل كبير جدا باشموندس على مستوى الخبرات بره الملعب ازاي بقى فيه ثبات انا عندي نظام كامل جوه هو ساعدني عليه بشكل كبير جدا سواء على مستوى التمرين سواء على مستوى الفتنس سواء على مستوى كل حاجة ليه علاقة بالتمرين انا هاجي على بلدية المحل هاجي على حكاية البلدية بس انا علي زر الاول اتكلم على حكاية احمد عبد الراوف فيه مدربين يقولك انا لما ابقى مدرب كبير في قطاع الناشئين في نادي كبير زي نادي الزمالك فدي حاجة كويسة انا افضل في قطاع الناشئين فيه مدرب تاني يقولك انا مش فارق معايا ابقى رجل اول بس افضل طول الوقت موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك او فارق في الدوري الممتاز حتى لو مساعد حتى لو مدرب عام بس موجود في الدوري الممتاز مش كتير بيفكروا خاصة لو مرحلة عمرية مش كبيرة انه بسرعة ياخد خطوات في الدرجة التانية يتمرمت بقى اللي هو اي انا هنزل اتمرمت لحد ما اعمل اسمي واجبر على طول ازاي خدت القرار دوت وانت اكيد بعنيك شايف ناس كتيرة بتفكر زي ما انا قلت كده خليني على مستخبي لحد ما لاقي فرصة جايالي من السماء في فريق في الممتاز يعني انا خدت بطولة اي حد تاني مكاني هيفضل طول الوقت تحتك الدرجة الاولى مستنى النقطة تانية او اللقطة تانية بس بص يا كريم انا وانا لعب بداية الكصة معايا بدأت وانا لعب وانا لعب جوا ناس زمالك انا تواجدت في اوحش فترة في ناس زمالك وفترة كانت وحشة جدا وده يعني ده نقطة مهمة يعني النقطة دي كانت طول الوقت جوايا عاملالي يعني تأثير نفسي مع الاصابة ولكن فهمتها بعد ما بطلت كورة يعني وانا بلعب كورة وبعد ما تصابت وانا عني 30 سنة دي نقطة يعني شكلت شخصيتي في الشكل المدير الفني بشكل كبير جدا انا في ناس زمالك على مستوى الادارة الفنية ما كانش هيبقى ليها مستقبل لسبب بسيط جدا ان انا لما طلعت كمساعد ما كانش مرحب بي على مستوى الجماهير معني صغير يعني راجل طلع اتعلم وطلع استفاد على مستوى الناس فما كانش فيه مساندة بالعكس كان فيه يجوم ضاري جدا وما فهمش ليه اشتركوا في القناة